بس تأذن حضراتكم محتاج دقائق تسمعوني فيها يعني هاخد حشغل وقتك دقائق مش أمر شخصي ولكن أمر له علاقة بهذا البرنامج اللي بدأ في يوم 13-3 سنة 2010 وكان امتداد لبرنامج يسبقه اسمه برنامج البيت بيتك البرنامج الشهير اللي استمر سنوات أنا كان ليه الحظ أن اشتغلت فيه عدد من الشهور ثم التحقت بالعمل لمدة عام واحد في برنامج مصر النهاردة فيه كلام كتير بيتقال وبعضكم بعتلي بيسألني هو ايه الموضوع فيه كلام كتير قاعد يتكرر فأنا مضطر أن أشرح لحضراتكم لأنكم شركاء بالمشاهدة وبالنقد وبالحب وبكل شيء انتم شركاءنا في هذا البرنامج فلابد أن كل الحقائق تكون قدامكم بمنتهى الوضوح يوم 28-2 دا كان نهاية عقدي مع هذا البرنامج خلاص العقد خلص السلام عليكم جئت إلى التلفزيون بموعد مع السيد اللواء طارق المهدي الذي كان مشرفا على هذا البرنامج في هذا التوقيت وكان رجلا لطيفا وودودا جدا وبدأ يدردش ويحكيه عن أحوال التلفزيون والمشكلات وخلافه ثم انتقلنا للحديث عن برنامج مصر النهاردة أنا كنت جاي لللواء طارق لهدف واحد لا ثاني له إن أقوله شكرا أنا وقتي انتهى شوفوا عايزين تجيبوا مين أنا مستعد الحد مسلم المهمة كما كلفت علي أنا تعلمت كده في حياتي ما نطش من مكان ووقتي خلص سلام عليكم الذي يتكفل ويتكلف بمسؤولية عليها أن يقوم بها لأن هذا الكيان مش بس المية وخمسين اللي بيشتغلوا فيه هذا الكيان أيضا لو علاقة بمشاهد ارتبط به أحبه ورفضه غضب منه أحيانا وأوجب به أحيانا فكنت جاي علشان أمشي وعلشان أمشي لأسباب عديدة جدا كمان أنا كانت وجهة نظري أن بعد الثورة حصلت تغيرات كثيرة جدا وأن الواحد محتاج أن يستريح قليلا شهور يعد يتأمل يفهم يراجع نفسه يشوف هو أخطأ في إيه تقديراته كانت خطأ في إيه عمل إيه كويس عمل إيه وحش ماذا يجب عليه في المرحلة القادمة كيف يكون له دور في بناء هذا المجتمع وما ينفعش وإنت فضع حركة تتنقل وضع حركة ده حيبقى صعب جدا وكأنك زي ما الناس كانت بتشوف أنتوا إيه نقلتوا من كده لكده ما هو غصبة عنك المسألة بتتلخبط ما أنت كنت بتقعد مع ناس من هذا النظام وبتقابلهم بحكم شغلك وبيقولوا كلام كويس وبيقولوا كلام وحش وبتختلف وبتتفق في النهاية فجأة الناس دي ما بقتش موجودة فجأة فيه كيان اختلف طبيعة الشغل لابد أن تختلف علشان تختلف مش بس المكان أنت شخصيا لابد أنك تقف وتقول أنا فين أنا عملت إيه أنا حسابات إيه أنا عايز أروح فين الخطوة الجاية عايز أبني إزاي أنا أخطأت في إيه محتاج أرجع نفسي فيه وقول أنا غلطت أحسب نفسي قبل ما الناس تحسبك ولكن فجأت بالسيد اللي أقتار دون أن يتحدث معي في أي تفاصيل مادية أنا بشكر كل الزملاء اللي قاعدين يتكلموا في الفلوس ويقول لك تبرع بفلوسه علشان مش عارف إيه لأ كان خايف من إيه أنا لما احتاج حاجة من حد ولا مستنى حد يقول أنا بحترم كل الزملاء بكل قراءهم وعمر مرفع التلفون على حد قلت له أنت كاتب إيه برحته اللي عايز يكتب من حقه طبعا المهنة بتقول أنك يا أخي ارفع التلفون واسأل في هذا اللقاء اتكلمنا عن البرنامج وأهمية هذا البرنامج وأن ما ينفعش هذا البرنامج يتأثر في هذا التوقيت الحساس اللي البلد بتتنقل فيه وأن البرنامج له جمهوره وأن احنا فيه في إطار هذا التغير حيبقى خطر جدا أنك تمشي وقال لي جملة هي اللي وقفتني قال لي لو قلت لك احنا محتاجينك قلت له الجملة دي تخليني أقدل حضرتك تعظيم سلام لأن أنا كنت عسكري في الجيش المصري وأقول لك أنا في خدمتكم وفي خدمة هذا المبنى اللي أنا اشتغلت فيه واحتواني وأقدمني لجمهور ما كنتش بوصله قبلها كنت باشتغل في مكان تاني عشر سنين ما كنتش جاي هذا المكان وقابليها اتنقلت من المكان اللي كنت فيه عشان روح مكان تاني اتمنعت من العمل اتنقلت لدريم وسيد الدكتور أحمد بهجة حاضر وفاكر كويس فتقفل علي وتوصله لا ما يشتغلش فتقفلت علي الدنيا عاتب بيتنا سنة كاملة لحد ما جالي عرض البيت بيتك فجيت فقلت له أنا في خدمة الوطن في المكان اللي حضرتك بتحتاجني فيه وأنا أي مكان هروحه هكون في خدمة هذا الوطن فقال لي طيب بالنسبة للفلوس قلت له أنا مش هتناقش في الفلوس أولا لسبب أنا مش هتناقش في اللي أنا بغده لأن ما كنتش بغده من حد أنا بغده وهو الأقل في المبالغ في الخارج والداخل احنا كنا برنامج بمزايا وقوانين خاصة ما كنتش برنامج بينتجه التلفزيون وأنا موجود في التلفزيون برنامج كان بتنتجه شركة والشركة دي جايباني من مكان وعرف الأسعار فأنا مش هتكلم في الفلوس لأن ده إمتي دي تكلفتي ده تعبي ومع ذلك لأ أنا أشان رأي حضرتك خالص وما نتكلمش في الفلوس أنا مش هاخد ولا مليم ولأول مرة أتحدث في هذا الموضوع صحافة أو تلفزيونا وعجبني جدا الفنان الجميل خالد الصوي اللي بحترمه جدا لما سؤل في هذا الأمر بشكل عام قال يا جماعة ما جايز الناس زملائي لكل واحد اللي اتبرع بالنص واللي اتبرع اللي رفض ياخد خالص واللي قال للأجرو قال جايز الناس عايزة تساهم في الثورة بشيء آه ليه لأ ما احنا كنا قاعدين على كراسي وفي ناس غيرنا بتموت ووقفة في الشوارع وبتهتف وعملت أدوار حسن مننا بكتير جدا فليه لأ إذا كنت مستور وقادر أعيش وأعود مدة من الزمن بدون دخل وماله ليه لأ شيء طبيعي جدا فالراجل ذهل وانا بتكلم والله هو طريق موجود يعني هحكي لكم كل الحكايات اللي هحكيها فيها أشخاص موجودين وقال لي لأ دا كتير احنا بنعمل ميزانية وحنقلل قلت له بص مش عايز منقشة في هذا الموضوع لأنه هو غير قبل للنقاش انا بقولك انا مش هنزل أجري بس مش هاخد أجر أنا انت بتقول لي ما احتاجينك بقى أنا في خدمة البلد ساعة ما تقول لي ما احتاجينك فلوس إيه ما يا ما اخدنا فلوس ويا ما ما اخدناش فلوس ويا ما عيشنا بخمسة جنيه ويا ما عيشنا بألف جنيه ويا ما عيشنا ويا ما جي كتير والحمد لله مستورة وزي الفل مش هتكلم في الفلوس خالص اعتبرني في مهمة حتى تستطيع أن تجد من يحل محلي شوف مين من الزملاء في هذا المبنى فقال لي كان هناك فكرة ان يكون فيه 14 مزيع ومزيع قلت له وجهة نظر خاصة ان العدد الكبير في برنامج يومي بيأثر على المشاهد وما بيعملوش ارتباط شوف حضرتك اعداد تانية ويا ريت تتكرم ويظهروا معانا على الشاشة في فترات متفوتة تسليم وتسلم شان الناس تتعود عليهم وياخدوا روح البرنامج لانه كل برنامج بيبقاله روح زميل اللي واقف ورا الكاميرا زميل اللي بيعدلي زميل اللي في الكنترول روم كلنا بنكمل بعض فلازم حد يدخل ياخد هذي الروح من اللي قاعد معاه فانا بنتظر حضرتك قال لي طيب ممكن ترشح ترشح اسماء قلت له انا اقل من اني ارشح اسماء حضرتك من داخل التلفزيون عندك قيادات عظيمة تستطيع ان تختار وعلينا انا وزميلي تامر ان نستوعب هذا ونقوم به ده كلام رائع الرجل طلع بيان شكر فيه وقال بصياغته اللي ضر بنا انا لم انطق بكلمة واحدة لان كنت شاف ان هذا موضوع لا يستحق اساسا لا تباهي ولا فخر ولا اي حاجة في الدنيا غير انك عملت دورك كي تحافظ على برنامج في زملاء اعزاء بيشتغلوا وتقديرا للمبنى اللي اداك النجومية تسوي فلوس المعرفة الناس تشوفك وتسمعك وتعطيك هذه الفرصة العظيمة دي فلوس دي تسوي كتير اوي وانا خدت حق منها واريد ان ارتاح فكان الاتفاق على ان استمر فترة هم يرونها لم احددها لو قالوا لعد شهر حاعد لو قالوا لعد شهرين حاعد لو قالوا لعد ثلاثة حاعد انا كلمة التزمت بيها وسأنفز لحد ما مشي سيادة اللي هو طارق وجي الدكتور سامي عبد العزيز دكتور سامي الشريف رئيس الاتحاد والتقينا في كان فيه ندوة في المصر اليوم كان هو وانا من ضمن الضيوف وما تمتش الندوة واعتقد ان الدكتور سامي سامياني دلوقتي وقعدت انا هو في حوار طويل وانت ناوي تعمل ايه والوضع والحكايات قلت له دكتور انا موجود مش حقدر عيش طول عمري بدون دخل لان ما عنديش دخل لكن انا موجود لحد ما تقولولي امشي انا كنت اتفقت مع اللوة طارق على كذا 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 ارجوك شوف لنا مين من الزملاء الاعزاء اللي ينفع يجي ينضم الينا علشان اقدر امشي في الوقت اللي يبقى فيه زملاء بيقوموا بهذا البرنامج من داخل هذا المبنى فقال المسألة صعبة جدا انا في ناس كتير كل الناس عايزة تيجي هذا البرنامج لكن المسألة ليست يسيرة مسألة قاسية وصعبة انك تجد من يستطيع العمل في اطار هذا البرنامج قلت له بالتدريب كل شيء بيجي في فرص ممكن تختار ناس يشتغلوا معنا شوية ممكن ياخدوا دورات تدريبية في التوكشو عادي يعني مسألة محدش فينا انا عايز اروح دلوقت اخد دورة تدريبية عايز اتعلم نازلنا بنتعلم يعني فقال لي لسه الموضوع سابق لقوانه ثم نتحدد الى ان فجئت بتصرحات منسوبة للدكتور سامي مبارح في جريدت الاهرام فكلمته قلت له طب ما نتفق طب ما كويس يعني لما حضرتك بتتكلم عن ان لابد الناس مش قال لي ده مش أنا ده قرار المهندس اسامة الشيخ العاملين من الخارج قلت له اه احنا متفقين بس انا مشكلة انا متفق مع القوات المسلحة حضرتك ايه المطلوب بالزبط قال لي لا والله انا عارف ده انا كنت بتكلم على ان الكلام فيه تحريف لما انا كنت بتكلم انا كنت بتكلم على ان دول كفاءات وهذه برامج مهمة فلازم طلبت منه منهم يرشحوا لي اسماء لها مصداقية تقدر تكون بداية لناس موجودة في هذا البرنامج فقلت له رائع طيب انا طالع بكرة على السادة المشاهدين اقول ان هذا هو اخر اسبوع لي في البرنامج واخر اسبوع لان زميلي تامر امين حيحضر حلقة بكرة وحيغيب في مهمة عنده مؤتمر خارج البلاد لنهاية الاسبوع فانا موجود لو سمحت اختر من الزملاء من تراهم مناسبين لان كانت كلمتني زميلتي الاستاذة هالة فهمي من ضمن المعتصمين والذين لهم مطالب وانا اكني لهالة وللمطالب كل احترام لزملاء في هذا المبنى وقالت لي ارجوك ساعدنا بانك تمشي ما تدهمش فرصة احنا بنحترمك ومش عايزين نجيب سيرتك خالص فلو سمحت ساعدنا قلت له هالة انا مستني كلمة من القوات المصالحة عشان امشي انا مش عايز اعود انا تعبان مجهد محتاج ارتاح عايز مراجعة يا جماعة من حقي فقلت له هذا سيحدث خلال ايام اتصلت باحد مش عارف هو لم يسمح لي بالحكي انا قيل الدكتور سامن انا ححكي وان كان الحكي ليس فيه شيء اتكلمت باسم مع السيد اللواء اسماعيل عتمان المسؤول مدير ادارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة وهو من الناس المستنيرة والمحترمة قلت له حصل مع الدكتور سام الشريف كذا 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 وانا ببلغك وبشكركم علشان انا ساعلن انسحابي فقال لي لا طبعا هذا الكلام مرفوض مين قال الكلام ده انا مش عارف على اي اساس هذا الكلام في هذه الفترة انها محتاجينك جدا ودي مسألة محتاجة وقت وارجوك انتظر واتفق معايا ان احنا نلتقي نحدد معاد ونلتقي انا وهو زملتي لميس الحديدي عشان نتناقش في الامر كيفية الانتقال ما هي الصياغة التي تتم للحفاظ لان هذا البرنامج مش خير رمضان ولا تمر امين هذا البرنامج مجموعة كبيرة من العمل مجموعة كبيرة علشان تتنقل وتجيب حد محتاج وقت فقلت له انا اعتقد ان الفرصة مواتعة عشان حتى الزملاء الغضبين من حقهم انهم يجيوا يمرسوا وياخدوا فرصتهم فقال لي خلينا لما نلتقي ونعود لو سمحت ما تتكلمش في الموضوع قلت له حاضر ثم دار بيني وبيني الدكتور سام الشريف خوار تاني اليوم وقال لي انه رجع للسيد اللواء اسماعيل عتمان وتكلم معاه هي القضية كلها في فلوس الاعداد وفلوس الانتاج والمسائل المكلفة دي انت متنازل عن اجلك لكن هذه المبالغ في ظل ظروف مالية صعبة مش عارف عامل ايه ثم دار بيني وبين السيد اللواء اسماعيل عتمان منذ قليل مكالمة اخرى قال لي فيها انا افضل تأجيل الامر لحين ان نلتقي غدا هنجيب المتخصصين في صوت القاهرة وفي القطاع الاقتصادي في التلفزيون والدكتور سام الشريف لنبحث معا يقولوا انا الهدف الوحيد هو الحفاظ على البرنامج انا ماشي انا مزيع من بر انا صحفي هروح لشغلي وحروح اريح واتعلم واشتغل في مكان تاني في الوقت الذي اراه انا مستعد فيه فقال لي علشان حفاظا على البرنامج هنلتقي غدا نتحدث في هذا الامر ثم فجأت بالدكتور سام الشريف على قناة الحياة بيعلم ان هذا البرنامج وبرنامج قلب مصر حيكون نهايته هذا الاسبوع وما فهمتش النهاية يعني حيلغوا البرنامج ولا هيكون في حد انا بقول لحضراتكم التفاصيل بالكامل ما حدث ان شاء الله على نهاية هذا الاسبوع سأقدم لكم كشف حساب هقدم لكم ماذا فعلنا مش هقدم كشف حساب بالسنين انا هقدم كشف حساب من الصورة لان هناك بعض المآخذ علينا في هذه الطورة وانا لا ابرأ احد